أعرب أئمة والشيوخ وزارات الأوقاف عن سعادتهم بزيارتهم لمدينة العالمين الجديدة حيث استمتعوا بأجواء المدينة الساحرة بفضل المبادرة التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شملت هذه المبادرة عددا من الشيوخ في مختلف المحافظات وجاءت بالتزامن مع زيارة وزير الأوقاف للمدينة وقد تم تقديم كافة تسهيلات لذوي الهمم بما في ذلك تجهيز ممرات خاصة للسير بمجرد أن وطأت قدماهم مدينة العالمين الجديدة أبصرت قلوبهم بمظاهر الفرحة والبهجة خلال هذه الزيارة لهم إنهم ذوي الهمم من آئمة ووعاظ وزارة الأوقاف الذين تواجدوا في هذا الشاطئ الذي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لهم ليستمتعوا بقضاء أوقاتهم في ظل هذه الأجواء الساحرة التي تأتي تزامنا مع زيارة وزير الأوقاف لمدينة العالمين الجديدة مدينة العالمين الجديدة والتي الحقيقة تمثل نقلة حضارية ضخمة يعني العاصمة النهاردة تمد شرايين التنمية والبناء وزيادة الرقعة التي يعيش عليها المصريون وهذا الشكل الحضاري الذي يعني الحقيقة يتماشى مع هذا الفكر الجديد لبناء جمهورية جديدة الجولة التفقدية شملت عددا من الواعظين والواعظات من مختلف المحافظات للتعرف على مدينة العالمين الجديدة وسط تقديم كل الخدمات والتسهيلات لذوي الهمم من تجهيز ممرات للسير عليها وقدمت دعاة الشكر للمسؤولين على إشراكهم في هذه الفعليات والاستمتاع بأجواء مدينة العالمين الساحرة أنا أول مرة أجي ودينة العالمين لكن سمعت عنها كثير وسمعت عن المشاريع التي تقام فيها وبالتأكيد فيه كثير من المعلومات لسه لواحد ما يعرفهاش بحكم أن دي أول مرة يجي فيها فأتمنى إن شاء الله أن الظروف تسمح وتتكرر الزيارة مرات ومرات إن شاء الله اللي ما شفش هذه المدينة يريد ما يكتفيش بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي إنما ييجي ويشوف المكان على الطبيعة ويشوف النهاردة العالمين بعد ما كانت مدينة مهجورة لا مدينة بتعجب الحياة زيارة هامة للآئمة والدعاء بوزارة الأوقاف والتي تؤكد اهتمام الدولة بهم وتقديم كل الدعم لهم وتأتي هذه الزيارة ليشاهد الإنجازات التي تتم في مدينة العالمين ولتؤكد على مدى التعاون الكبير بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الفترة القادمة محمود جميل التلفزيون المصري